توصلت اللجنة المفاوضة عن معتقالي سجن حمال مركزي إلى اتفاق مع حكومة النظام لإنهاء الإضراب الذي بدأ منذ نحو أسبوع بحسب مصادر مطلعة وتضمن الاتفاق الشفهي والذي طالب سجناء فيه الصليب الأحمر الدولي والجهة الدولية بالإشراف على تنفيذه تضمن بحسب المصادر إنهاء الاستعصاء من قبل السجناء مقابل فك الحصار عن السجن وإعادة المياه والطعام والدواء والكهرباء وكافة مقاومات الحياة إلى السجن بالإضافة إلى إطلاق سراح كافة المعتقالين الموجودين لصالح المحكمة الميدانية في صدنايا ومحكمة الإرهاب على دفعات يومية كما تضمن الاتفاق أيضا عدم طلب أي معتقل من السجناء إلى صدنايا والأفرع الأمنية أو إلى أي سجن خارج حما وعدم نقلهم من سجن مركزي إلى آخر واشترطت اللجنة المفاوضة عدم دخول الشرطة إلى جناح الشغب قبل يوم السبت القادم وعدم سحب الجوالات الموجودة بحوزة المعتقالين ولتفاصيل إضافية عن ملف سجن حما المركزي تنضم إلينا الناشطة هنادي الخطيب بداية أهلا بك سيدة هنادي سيدة هنادي ماذا لديك من تفاصيل إضافية عن الأوضاع الإنسانية للسجناء وهل تم فعلا إعادة الكهرباء والمياه إلى السجن كما أشيع بحقيقة مبارح المساء بحدود الساعة تسعة بنقول تسعة بتوقيت سوليا رجعت الكهرباء بعدها بشي ساعتين إجت المي طبعا تنظرو في الإنسانية للمعتقالين أحد أسباب أنه هنوا وافقوا على شروط التفاوض بدون ما يكون فيه لنقول إشراف دولي على هاي الشروط هو أنهم تعبوا كتير أنه كان فيه مرضى صار بينخاف عليهم خصوصا مرضى الربوة ومرضى القلب يلي هن بلى أدوية هلأ الماي والكهرباء رجعت للسجن بلشوا بتنفيذ الاتفاقية بشكل كتير بسيط المشكلة هي هلأ حاليا يلي بينخاف منه كتير هو أنه الاتفاق كله يلي صار بين لجنة التفاوض يلي من عند النظام بالإضافة للمفاوضين يلي من قبل المعتقلين ما فيه أي إشراف دولي عليها النظام رفض إدخال أي منظمة دولية مثل الصليب الأحمر نعم يعني في ظل عدم إشراف أي جهة دولية على الاتفاق ما هو الضامن لالتزام النظام بتنفيذ التعهدات المتفق عليها الحقيقة هي هي ما فيه أي ضامن ما فيه أي ضامن نهائي التخوف أنه اللي بيطلعوا يرجعوا يعتقلون ما قبل أنه المعتقلين يحددوا وين بدون يروحوا يعني المعتقلين اللي عم نحكي عنهم هنه مش بس من حما طبعا من حما ومن حمص ومن أكثر من محافظة سورية معظمهم المطلوبين ما قبل ما يصيروا بسجن حما مطلوبين لأكثر من فرع أمني معظمهم المعتقل بسبب أسباب طبعا تتعلق بالثورة تظاهر أو حرية رأي أو هاي الأمور اللي نحن تعودنا عليها بالاعتقال بما يخص النظام السوري هلأ هدول الأشخاص ممكن يطلعوا من سجن حما يتم طلبهم لفروع أخرى وبالتالي يتم اعتقالهم مرة تانية بالتالي هلأ الكلمة اتجه للأصرار على وجود الصليب الأحمر على الأقل على تنفيذ هاي الاتفاقية والتعهد بعدم إعادة اعتقالهم مرة تانية التعهد بعدم محاولة أتلهم بالخارج لأنه هلأ هلأ عمليا بما أنه بلش الاعتصام يفك فتفرقوا العالم صار في عالم صارت براه في عالم ناطر دوره أنه تطلع في عالم التعفز هو يتعهد أنه يتم إطلاق صراحة جميع خلال أربع شهور لكن ما تضامن أنه فعلا يقوم بهي ينفذ هذا الحكي نعم الناشطة هنادي الخطيبة أشكرك جزيلة شكر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا